لذلك السؤال الذي سيبقى مطروحاً نعم السؤال الذي سيبقى مطروحاً لماذا لا يستدعى بتفليقة للقضاء رغم أن اسمه تردد كثيراً في القضايا القائمة لحد الآن وما زالت هناك قضايا كثيرة حصانته كرئيس الجمهورية انتهت سقطت تلك الحصانة وانتهت ولم يعد رئيس رئيس سابق ومحاسبة رئيس سابق هي قمة العدل لذلك إخواني الكرام حوصلة للأمر أن هذا السؤال ما زال يؤرق الجزائريين أنا عندي معلومات تتحدث تقول من بعض المصادر تقول أنه من الاحتمال استدعاء بتفليقة يقال القضاء في قضايا أخرى ستفتح لاحقاً وهناك من يتحدث على أنه لا يمكن استدعائه أبداً ستطوى حكايته مع وفاتي وهناك الكثير من الرؤى لا نملك رؤية أو لا نملك معلومة واضحة أو معلومة شافية في هذا الموضوع كل ما نعرفه أن الشعب الجزائري يريد محاسبة بتفليقة وأن محاسبته ومتابعته ستكون نقطة قوية لصالح السلطة القائمة في طريق شرعيتها وفي طريق فتحها لعهدها الجديد ترجمة نانسي قنقر